خبير نمساوي يرد على قرار البرلمان الأوروبي بسن قانون صارم لتطبيق الزكاة الاصطناعي طبعا هناك خوف كبير جدا من الاستغلال السيء للذكاة الاصطناعي قرأتك للخبر والله يا استاذ منضوح بصراحة اليوم كلمة الزكاة الاصطناعي يعني أصبحت كلمة كبيرة جدا اليوم الزكاة الاصطناعي أصبح جزء من حياتنا يعني اليوم طبعا بما يخص الهاتف بما يخص أي شيء متعلق بالتقنيات اليوم سيارات تسير بالذكاة الاصطناعي سابقا قبل الزكاة الاصطناعي يعني الناس بتسمع الطيار الآلي الطيار الآلي اللي بالطيارة يحاكي الزكاة الاصطناعي الذي نتحدث به اليوم مثلا الطيار الآلي يدرك أن الطائرة أين هي موجودة وإلى أين ستذهب وكيف ستذهب وما هو موقعها الحالي وما هي سرعتها وارتفاعها ووزنها يعني العديد من المعلومات التي يتعامل بناء عليها في تقدير السرعة والاتجاه ووقت الوصول اليوم استاذ ممضوح الزكاة الاصطناعي عندما تفتح الفيسبوك يعمل الزكاة الاصطناعي التيك توك يعمل الزكاة الاصطناعي كل وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يعني أنت اليوم بتصفحة بتكون أحيانا بتفكر بشغلة بتكون بتفكرها يعني بتحاول بتلاقي قدامك فرط طالعت من خلال إعلان من خلال فيديو معين من خلال أي شيء فبصراحة الموضوع الزكاة الاصطناعي هو ده زكاة الاصطناعي ولا تجسس شو بدك حسبها حسبها بس هذا زكاة احنا بنحكيها بشكل تقني انت حسبية تجسس هده بتوقع تتكلم مثلا وابتكلم انه وانت عن موضوع التليفون يعني يعني هي يعني هو صراحة في شيء من هذا الكلام ولكن كيف بتم الله أعلم لأنه فعلا اليوم العلم والأتمة أخذت مناحي يعني فعلا يصعب على الإنسان أنه الواحد يقدر يستوعبه مجرد استيعاب أحيانا طبعا بالنهاية لأنه الإنسان هو اللي اخترع أنا يقول لا يتم استيعابها أبدا ولكن هو موضوع يجب العمل به ويجب العمل عليه وتقطيره ومأسسته يعني وصراحة والسيطرة عليه طبعا الخبر اللي قال بالبرنامان الأوروبي ستراسبورغ أنه قال أنه يجب يذكر أنه أي شيء مستخدم بالذكاء الاصطناعي يتم ذكره أنه هذا تم بالذكاء الاصطناعي نص مكتوب صورة فيديو أي شيء الإشارة أنه هذا تم بالذكاء الاصطناعي ويجب أن تلاحظ بالتوك توك حتى اللي بيعمل فيديو فيه شيء اسمه تعديل الفيديو بالذكاء الاصطناعي فأنت بتكون حامل تستارد فيديو فأقول لك هذا الفيديو تم تعديله بالذكاء الاصطناعي يعني بأصد أنا أنه المستقبل المستقبل هو للذكاء الاصطناعي وسيتطور لأشياء لا مستطيع حتى الآن يمكننا تخيلها يعني بكرة ممكن تلاقي بدال أحمد مراد في رئيس تحرير روبوت بعمل الزكاء الاصطناعي بدال ما يكون فيه زكاء الاصطناعي احنا اليوم على فكرة حتى اللي بيشاهدنا هلا بإنفوغرات الستيديو إنفوغرات يعمل بذكاء الاصطناعي يعني هلا احنا الستيديو الكاميرات اللي بيشوفها بشكل أو بآخر هي تعمل لوحدها الآن يعني الآن هنا موجود لو فيهر في كاميرا تقدر تأخذنا بشكل عكسي تورجي هذا كله يعمل لوحده اليوم فبصراحة اليوم الزكاء الاصطناعي هو الحياة المستقبل